اليوم احنا في حرب ويجب ان نستعد لكل الحروب يجب ان نستعد وخلص حرب لو اطلع منتصر لو اطلع منهزم ما لمشامر الطابوك انا ما يعنيني في ايران حاليا رأييني ازاء الرد العسكري يميل الاول الى التهدئة وايقاف الضربة لمنع تحول تلك المناوشات الى حرب مباشرة بين طهران وحليفة واشنطن اما الثاني فهو توجيه ضربة عن طريق العراق ولكن بشكل يحفظ هيبة ايران بدون تحقيق خسائر في صفوف حليفة واشنطن وذلك خشية من استثمار هذا الملف مع قدوم الرئيس الامريكي ترامب المتوقع الى البيت الابيض ومهاجمة مفاعلات نووية ومنشآت نفطية وبنى تحتية والقيام باغتيال مسؤولين ايرانيين وهو سيناريو الاقرب والاكثر مقبولية من الاصلاحيين ودوائر القرار القريبة من المرشد ويبدو ان الفصائل العراقية استجابت سريعا للتوجه الايراني من خلال جملة استعدادات وتسهيلات قدمتها لحرس الثورة للتحضير للعمل الانتقامي وهو ما ينسف جميع جهود الحكومة لتجنيب العراق قصفا متوقعا وقد سعت الحكومة العراقية خلال الاشهر الماضية الى منع الفصائل المسلحة من الانخراط في التوترات الاقليمية غير ان ثلاثة من الحركات المقربة من ايران لم تلتزم بالقرار الرسمي وبقيت تهاجم حليفة واشنطن انطلاقا من الاراضي العراقية وعن ذلك يقول مصدر دبلوماسي رفيع في السفرة الامريكية لواني نيوز ان المعلومات التي نشرها موقع اكسيوس فيها رسالة تحذير واضحة للفصائل العراقية وللحكومة بانها ستضرب اي جهة تهاجمها وان حدث ذلك فان المقاتلات الامريكية لن تمنع نظيرتها من الرد على اي هجوم متوقع كما يؤكد المصدر واشرى موقع اكسيوس نقلا عن مصدرين ان ايران تستعد لمهاجمة حليفة واشنطن من الاراضي العراقية في الايام المقبلة وقد يكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية في الخامس من شهر نوفمبر وسبق وان اكدت تنسيقية المقاومة الاسلامية انها قررت تصعيد عملياتها الهجومية على مواقع واهداف تابعة للعدو ضمن الانتقال الى خطة توسيع النيران ضد الاحتلال بمختلف جبهات اشتركوا في القناة